دور بارز للهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة خلال الأونة الأخيرة في ترسيخ مفاهيم محاربة الفساد الإداري والمالي في جميع المؤسسات ووزارات الدولة قوبل بتعاون من قبل القياديين بارزين بتقديم كشف الذمة المالية للهيئة تأكيدا لهذا الدور هناك إقبال شديد على تقديم الإقرار الذمة المالية هو ليس إقبال ولكن التزام واحتراما للقانون واعتقد كل القيادين في الدولة على الأقل بداية برئيس مجلس الوزراء وقيادين دولة وأعضاء مجلس الأمة كلهم أتوا بتقديم ذمتهم المالية التزاما بالوقت والتزاما بالقانون النسبة كبيرة جدا واليوم بدأوا حتى في فحص الإقرارات الدم المالية فإحنا قطاء نشوط كبير في هذا المجال ويأتي الدور الذي تلعبه نزاها تأكيدا للهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات المجتمع المدني المتعددة في محاربة كل فساد يستشري في عديد هيئات ومؤسسات حكومية المجتمع المدني هو أحد ركائز العمل في مكافحة الفساد ونص أيضا عليه القانون بأن ألزم الهيئة العامة لمكافحة الفساد في التعامل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدني هو الدينمو اللي يحرك عملية مكافحة الفساد بالنهاية القانون يوضع تشريع يكتب ولكن اللي يطبقى ويلتزم فيه هو المواطنين هذه مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة جهود مضنية لنزاها وغيرها تحتاج لدعم دائم ومستمر حكومي وأهلي مجتمعين كي تتمكن من إيصال رسالتها في تطبيق العدالة والمساواة وسد الأبواب أمام كل من تسول له نفسه العبث في مقدرات البلد لتلفزيون المجلس رياض العبادي